السلام عليكم طلابي نبدأ اليوم درسنا عن فونسيونس de la comunicación no verbal vamos a hablar sobre las فونسيونس de la comunicación no verbal hay tres فونسيونس de la comunicación no verbal el primero sustituir las palabras sustituir las palabras يعني تعويض عن الكلمات اذا اول وظيفة للتواصل الغير لفظي هو التعويض عن الكلمات هناش راح نستخدم حتى نعوض عن الكلمات los gestos los movimientos de las manos ademanes y pausas para emitir من ساخص يعني راح نستخدم الإشارات حركات اليد الإيماءات والوقفات اذا حتى نعوض عن الكلمات بالإمكان انو احنا نستخدم الإشارات حركة اليد الإيماءات حتى نعوض بها عن الكلمات هاي أحد وظائف التواصل الغير لفظي حتى نعوض عن الكلمات دابوث الفولومين التونو دابوث دان مايور بيسو أو انتنسيون أعونا إليا كأعوترا إذن من خلال مخارج الصوت اللو الصوت النبرة مالتي فإذن انفاتيثار لو كديثيس التأكيد يعني على الكلام يكون من خلال مخارج الصوت بارالينغوستيكا أو بارالينغواخي مخارج الصوت الترثرة فونسيون إز ريغولار لانترأكسيون ريغولار لانترأكسيون يعني ينظم التفاعل ريغولار لانترأكسيون لوس روليس انتر الوينتي يلعبانتي سي انتركام بيان كنتينوامنت ان اونا كونبرساتيون إذن الأدوار ما بين المستمع والمتكلم دعم من تتبادل بأي محادثة المستمع أحيانا يكون هو المتكلم والمتكلم أحيانا يكون cómo significa la broxemia vale ahora vamos a dar algunos ejemplos باركي سابيموس كمو بودموس رسولبرلس اونا اونا سنريسة انكانتادورة اونا سنريسة انكانتادورة اهنان اونا سنريسة شيقصد بيها ابتسامة ابتسامة يعني حلوة نقول فإذن اونا سنريسة انكانتادورة كمو هي يعني احنا نرجحها لأصلها السنريسة هي شنية هي اكسبرسيونس فاثيالس تعابير وجه اكسبرسيونس فاثيالس إذن هي هاي تعابير الوجه إذن الاي فونيثيون تابعة ريغولار لا انترأكسيون ريغولار لا انترأكسيون اونا ريسة اونا ريسة اهنان سنريسة ابتسامة لكن اونا ريسة يعني ضحكة فهنا تكون بارالينغوستيكا مخارج صوت بارالينغوستيكا فوين بارالينغوستيكا هو النوع الثاني انفتيثار القابلة او انفتيثار لكي ديسس بالي او الترثير اخيم بلو او الترثير افراسي احنا شخص ما نعرفه لازم ما نتقرب من عنده فإذن هي بما انه هي بروكسيميكا فإذن وين هي البروكسيميكا هاي فإذن النوع الثالث ريغولار لا انترأكسيون ريغولار لا انترأكسيون واخر اخيم بلو وين عبرطان دو عمبروز وين عبرطان دو عمبروز يعني واحد يطابطب على الكتف فإذن انه هي طابطبة على الكتف فهي الناع الاول واللي هي لان جستوس هاي فهي سوستتوير لاز بالابرس سوستتوير لاز بالابرس پوركه پوركه از ان تيبو ديلوس جستوس ¿vale? y muchas gracias